معاه تلفونات تانية بالنسبة طفل في المغرب طفل في المغرب دوت معروف ان سيكولوجية الطفل اهتم بالطفل عشان الطفل ينمو ويتطور وبناء عليه يخدم بلده لو انت جبت مكدونالز في امريكا في اي حتة اول حاجة ما اهتمش بالكبير يهتم بالطفل الصغير لما يهتم بالطفل الصغير ده تفل الصغير ده هجيب اطفال زي يلعب مع بعض فيه العاب يلعب مع بعض بيعمل ايه ينمي ينمى الطفل دوت لما ينمى الطفل ده طفل ده يخدم البلد اهتمام غير عادي في الغرب بالطفل وفيه قوانين للطفل ده عندنا طفل بقى موجود الطفل ده يعني ارجو ان محدش هيجيله عصبية ونرفزة لانه الطبيعي ان الانسان ممكن تتنرفز ممكن تتعصب ممكن تتدايق ممكن يحصل لك اي حاج لكن الطفل في المغرب ده بقى كده يعني حاجة غريبة قوي في دولة عربية 49% منها امي ونجل الحظ يا مؤمن ان الطفل ده اصلا يكون يعني من الاسرة الملكة في المغرب يعني حظه يتولد في فمه معلقة ده المنظر اللي هنشوفه ده هوت هيخلي الاطفال في المصر طبعا رد فعل الاطفال انما يشوفوا طفل زي كده مغربي ماشي يلبس البدلة والجراباتة هوا مهما يعني مهما كان طفل عقلي الطفل لكن اللي احنا هنشوف ده غير عادي بصراحة يعني غير عادي. وفي دولة ده يا ريك كمان ده في اسبانيا ولا في اوروبا ولا في المانيا ولا حتى في امريكا ما حصلش الدول ده ما حصلش فكرا لكن ممكن يحصل في دولة عربية اه ممكن يحصل في دولة عربية. الطفل المغربي اللي هنشوفه دوق كده يا سلام بقى لما بينحنوله وببسودي نشوف هذا الفيديو اللي جاي ولنا تعليق عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط حديقة تمثل أنظمة أيكيولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية سواء المحلية منها أو المستوردة والتي هي في طريقها للانقراض وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريطة الرمزية إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة خمسين هكتارا سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي هذه الحديقة قد تلعبوا حد دور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية التي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب سواء كانت معاهد كليات معاهد مختصة معاهد تكوين معاهد البحث فكلها بطبيعة الحال ستنضم في نطاق عمال متعدد تخصصات لتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظام بيئة المغربية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وخلال جولة سموه بالحديقة طرع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات كما ظهر سموه الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السابانا ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة هذه الحديقة تتطلع بالدور التحسيسي تبين الزوار أولا كل فصائل الحيوانية التي توجد بالنظام البيئية المغربية وفي نفس الوقت تعطي واحدة نبدأ عن حالة هذه الحيوانات منها الحيوانات المهددة بالنقيران منها الحيوانات التي حاليا في مأمن إلى غير ذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين عموما فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التهرق على ثراء المغرب في مجال التنوع بيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة من مننا كمشاهدين ما تنرفسي؟ من مننا ما تعصبش؟ من مننا يقولك ليه؟ يعني يعني ايه الفارق بينه وبين الطفل اللي موجود مصر في مصر؟ ايه الفارق بينه؟ الفارق حاجتين ده تولد لعاهل مغربي حظوا كده الطفل هناك اللي هو لسن معين لست سنين أس كطفل في العالم دي معروفة دي الإحصائيات عن الطفل لمصر كده الظروف المحيطة بيه كطفل بتديه انه هو الايكيو عنده الزكاء عنده بيبعلي جدا بعد كده ناظرا لمراحل التعليم اللي بيمر بيها وسياسة التعليم بتخلي الطفل مستوى الايكيو بيقل لان الإحصائيات قالت ان الطفل لفترة معينة في مصر الزكاء لما بيكون علي قوي ممكن ينفرض عليه ان يخش الجامعة الكلية معينة هو ما بيحباش لكن الاب والام مفرض عليه طب هندسة اي كلام الكلية هو ابن عايز يبقى دكتور اب دكتور فابن عايز يبقى دكتور ده باعتبار برضو اللي بيخش المياهندية ده ثقافة الموروز ثقاف المصري ان تلاقي حتى الطفل الصغير كده هو في ستة خمسة ابتدائي تلاقي رح لابس ندارة يا بابا انت عايز تبقى اي ولاك دكتور ايوة الموروز كده لان لما بيروح العيادة بيلاقى الدكتور لابس بالطبيعة كده ولابس لك ندارة طبيعة الطفل فهو ده بالنسبة له هو القدوة القدوة بتاعته القدوة بتاعته ايه لما ايه يا بابا عايز تبقى ايه يقول لك دكتور هو بالنسبة له هو ده الحاجة الكبيرة قوي للسن ده بدليل تلاقي خمسة ابتدائي ويقاعد كده في الفصل بابا مش شايف طب يرجع ورق حبيب مش شايف طب نروح بقى ايعمل لك ندارة فتلاقي الولد الزغير لبس ندارة فيبتدي لما يتعب يروح الدكتور لايه بقى الدكتور اسلوبه شوية مختلف والضحك وووووه فتبتدي في العقلية بتاعته تتبرمج على ان هو ده بالنسبة له هو الحاجة الكبيرة او معنى صح الميديا كمان اه وضحت عملت فوكس قوي على شخصية الدكتور فكتير بخل طب دخل هندسة ما بيحبش المجال اللي فيه ففشل ده كتير بدالين فيه ناس دخل الطب القديب طبعا يوسف ادريس لما دخل طب محبش مجال اه دكتور خات شهد بكاروس طب وجرح لكن حب مجال الادب بدع فيه طبع الدكتور العلمة الدكتور مصف حمود رحمة الله عليه بكالعلامة ده برضو دخل طب عشان اتفرض عليه لكن هو كاديب رائع لكن حتت اه اينا عم مارس مارس الطب ووقف قالك لا انا مش في ده ده مش مجالي ده مجالي مجالي ايه الادب والشعر والثقافة ده خد سكة تانية وناس كتير على كده فيه ناس دخلت ومتخرجتش محبش ده لان اتفرض عليه طفل ده بقى ايه اللي اتفرض عليه ولا حاجة طفل مغرب ده ده ولد ولا ليه دعوة بالدنيا ولا دعوة بأي حاجة لكن انا بستغرب له جماعة الناس اللي بتنحنيله وبوس ايده هل انت عشان موظف تحفز اكل ايشك بخايف قوي يعني ان مسلا العقل المغرب ده يقولك يلا بالسلامة زي ما بتنحنيش تبوس الطفل ده حاجة بقى التانية ان الاطفال اللي هم يعني بيقدموا له عرض ليه للبسه غنن ده لبس للبدلة ووقفه يعني متخلل انه هو مسلا ايه ابو الرجالة سبع الرجال حاط ايده في جيبه بتفرد مفيش مساسة مسلا اي عاية من العقل اخبطه بمساسة وقعطت ايده في جيبه كده هو بجاكتة مفيش مسلا الحرس اللي هو بينحيله ومسك السيف كده عامللي فيها صلاح الدين ايوبي وبينحيله مثلا كده بينحيله وبيسلم عليه كده مفيش مسلا حتة مثلا لبان باكلبان شمعدان اي حاجة تتحطه له في جيبه مفيش خالص كلام او مثلا المغرب ما فيهاش الحلويات دي اللي موجه حتة جاتوه مثلا تدهاله مرضاعة مثلا الوون موجودة مثلا تاخد ولا تتغير له مثلا هو ماشي ما ممكن حصل له حاجة وماشي حد كبير في السن بيفهم ضم المرضاعات المغربيات تاخد الولد وتهتم بلبسه تهتم بشكله تسبسب له شعره يقعد ما الاطفال اللي زيه لكن انت كده مثلا طب يعني انا مثلا بتخيل الطفل ده يبقى ايه حرامي مثلا يعني ده لما يكبر يبقى حرامي ده يكبر مثلا يفتح مطو على حد في توبيس مثلا ولا مقرباص يعني ده مستقبله وبقى ايه يعني ده بيل لبس لي بدلة وجرفاتها ولبس الحزاء بقى وماشي لي كده وعمل نفسه ان هو اينشتاين ماشي هو فعلا يعني ده متدل له كورسات يا جماعة ده واحد متدل له كورسات ان انت تابع الاهل المغربي وانت فوق بدالين الناس ماشي يعني مقلاله احترام غير عادي يعني اكنه مثلا شاب ماشي وكل على بعضه يعني ما تعرفش الارض تشقت وتلعي البيس الزغير ده ولا ايه ما تعرفش حاجة وجدت كده ومعتمين به اهتمام يعني ولقوا اللي ده جنية حيوانات يعني هم ودينه زرافة وارد وفيل احنا شعوب ما تنفعش اللي انت تشم في رأس الارد تيجي الراس الارد كده تسيب كل حاجة في جسم الارد وتشم في رأسه ما ينفعش واحنا دول كده رئيس سنة الله رحمه انا اتفقنا اللي انا اتفق اللي ماشي ايه الاوانطة والهنبقة جابونا ده يحرق لنا دن منا واحنا بنتفرج جابونا ده عشان يعني مستقبله البشمهندس ده لما يكبر مثلا ده ايه يعني ده هيبقى ايه ده لنا بفكر له برضو ده لما يكبر يعني هل مثلا يعني هيفشل في الحياة ده استحالة يفشل في حياته لان كل الظروف والبيئة المحيطة بيه مساعداء من زرافة القطة الكلب يعني نوفل لو جاله لو جبت الشاب نوفل ليشوفناه في البداية وجاله انه كان بيتعلم ان قطتي صغيرة واسمها ناميرة وهي لذيذة وجميلة مين هو اللي لذيذة وجميلة ولا فين هو اللذيذة وجميلة اتعلم نوفل هو صغير قطتي صغيرة ولذيذة وجميلة اتعلم الطفل ده واصلا ما لوش عناق بالواقع فطلع نوفل نفسية غريبة طلع نوفل شاب عايز يكسر الدنيا لكن كل ظروف المحيطة به مش مساعدة لكن سيارة الطفل الصغير عهل أردني والعهل المغربي دوت غريبة جمعا أنك لما تجي تجيب المأغرب دي على الخريطة كله بيطلع من المغرب ويروح هولندا ده فيه أخن في هولندا مليكة مغربة بتجي تبص المغربة كله أسبانيا أسبانيا كلها مغربة بص لقى فرنسا مغربة ويتعامل مواطن درجة تانية في فرنسا مش درجة أولى مشكلة المهاجرين في فرنسا أنه بيتعامل معاملة المواطن التانية ورغم أنه حاصل الجنسية مشكلته كده أنه بيتعامل كده ما بتعملش زي الفرنسي المولود في فرنسا حتى لو مولود ومن اب وام مغربيين بيتعامل بشكل تالي ودي السياسة في فرنسا من اياب لو بام اللي هو كان ضد المواجرين ساركوزيكي حب النازي خد الانتخابات خد الواجه الاشطاء ولعب اللعبة السياسية رحواخر الانتخابات